مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع اللي هو خاص لكل مربي أرانب يعني كما كتشوف في العنوان تريد البدء في مشروع تربية الأرانب إليك أهم الخطوات للنجاح في مشروعك إذن أول حاجة يجب على المربي دي الأرانب أنه يحضر واحد أقفاص دي الأرانب والبيوت دي الولادة لأنها تربية دي الناس اللي بغين يربيوا في تربية الأرضية غادي إعياء وغادي حسو راسهم كي يعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذكر الروائح الكرياء اللي كتخليها الأرانب إضافة إلى انتشار الأمراض كالجرب إذن الأقفاص كما كتشوفوا كيرتاحوا الأرانب كيرتاحوا وانتم كما كتشوفوا فضالة ديانهم كلهم كيتجمعوا يعني في كلهم في إناء واحد كما كتشوفوا أنتم ما رأى إناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتخلصوا منه من بعد إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج النتوات علش؟ لأن المربي منك يكون عاد بادي خصو ياخد تجريبة مشي تربية أرانب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير ديال الإناث وعدد كبير ديال الدكور ونبقى نخلط لا قصد ضروري في الأول تكون ياخد تجريبة يعني بحركة نقول لك يتعلم في هذوك جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف ذاك شي كيفاش داير كيفاش كيولدو كيفاش كي تلقيح ديالهم كيفاش الأمراض ديالهم يعني أي حاجة يتعلم منهم ثالث حاجة وهي اختيارات صلالات جيدة الناس اللي غادي يصولوني اسموهما الصلالات اللي كانت تقفين موما بالنسبة لدكار ممكن أنكم تبدو ببابيون ببابيون مزيان بحالة الشكل هدا هدرها بابيون انتوما تبارك الله هدرها داكر انتوما هوا هدا شوفوا الشكل يالو را ببابيون أما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا شانشيلا را معروفة شانشيلا ممكن تاخدوها في هاد اللون هادا او هاد اللون غري المهم الأنثى خصوص تكون شانشيلا والدكار يكون ببابيون هدوما يعني اللي خدمت بيهم منايا وحسيت بيهم حسيت بالراحة فيهم ومن الأحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي إن الرومي كي كبر دغية دغية والمربية غادي حس براصو يعني دغية دغية كي يربح يعني غادي يتحمس غادي مني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غادي يتحمس أنه يكمل في المشروع كي ينقادية ديال يجب أن تزود تزود الأقفاص بالعلافات والشرابات كما كتشوفوا معايا تزود الأقفاص بالعلافات لها داير داير غاية شرابات عاديين ممكن أنكم تزودوا شرابات بحال هادو كي يكونوا بالحلامات ممكن تشوفوا واحد تيورة فيتراه كل وحدة عند الحلامة ديالها بغيتوا تزودوا طاصة بحال هادو ماشي مشكل طاصة عادية غاية تكون نقية مغصولة مزيان من بعد كان ندوزهم لهاد العلافات هادو ديال الكبار ديال يسدع لهم ديالهم غاية علافات هانتم كرامكية كلوا منهم علافات ديال الصغار هادو الصوت هم غير راسي أي علافات ممكن أنكم تسعنوا بهم من شقص دير ولا أي حاجة عنكم ممكن أنكم ديروا بحال مثل هاد العلافات إذن هادا من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاريم والعلف بالجملة يعني شريو خنشة لا تقفش شريو بالكيلو لأنه بالكيلو يطيح أولا غالي الكيلو يطيح بربعة درهم ونصف كيلك يبيعوتها لخمسة درهم وبالنسبة للخنشة فيها خمسين كيلو تشراء بما بين خمسة وثمانين درهم تتسعين درهم تطيح تقايبا بخمسة وسبعين ريال خمسة وسبعين ريال تقع مرخيصة لا تقفش بحال إذا شريتوا بالكيلو تشريو بالجملة يطيح لكم القادية الخاصة إذن هادا من جهة القادية ديال مني تشريو شي خنشة ضروري أنكم تخزنوها بشيميكا على حسب الشتاء ما توصلهاش على حسب الرطوبة مهم حاولوا أنكم تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم أو ديال العلف الناس غاي سوينو العلف ممكن أنكم تشريو خنشة ديال 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 عفوا بالحنا كنقولوا بالا ديال ديال الفصة بحال هات الشكل هذي درها فصة نتقوموا رام كي يأكلوا في فصة هذي درها فصة فصة يابزة ماشي فصة خضراء كين قضية ديال تخزين ديالاتها هي ممكن أنكم ديروا واحد الميكا تبيرها وديرواها ممكن أنكم تشريعوا الدورة يعني راكا تباع مفرشة ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحويجة دورها الشعير ديال بيزانة بزيان كيف تهم واحد تسمين يعني بزيان الخبز الكارم ممكن أول تهوى تقون تخزنوا ما يسبب خبز كارم لا يسبب خبز كارم وكي أعطيهم واحد يعني يعني اللحم كيتزاد من الخبز الكارم لأن فيه الخميرة كي نعود قضية أخرى وهو يجب أن يكون مكان المخصص للأنم يعني مهوي ما يكونش مخنوق ما فيه لشر جنب لا باب لأول وغير في واحد بيب صغير ورقة تدخلوه صفي الظلمة لا ضروري أن الأشيعة الشمس وصلهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تلك الغازات اللي كتكون دي الأنيميا متأترش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كينا قادية أخرى خاص الأيرانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كينا لتصادف هذه المشكلة دي الحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشكم كينا بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تبترس الأيرانيب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الأيرانيب ديالكم كينا قادية أخرى عند شراء الأيرانيب يجب أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون شغيل واحد يكون مريض بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب أنت يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إلا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأيرانيب كي يخدوا العدوى ومن بين هاد الأبراد اللي كتصيبهم يعني ومنين تكونوا كتشريم شوفوا الأرنب ميكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأيرانيب هو جارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جهة نيفو جهة الرجلين ديالو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله بالشعر والعين ديالو ميكونوش طايحين يعني ميكونوش يخصي يكون العين ديالو براقي ميشوف الف عينيه يبرلك كيشوف فيك هاد الأرنب كتحس بيه بلا راعة صحيح كينا قادية وثاني ما يكونش الأرنب عندوه صينا في الأنف ما يكونش مريض بالزوكا الزوكا مرة تاوي كيكون الأرنب صافي غي تودع معه كينا المرض آخر وهو الكوكسيديا الكوكسيديا مشي تسمع الكوكسيديا تصحورها معها تسموه وين المرض؟ كينا المرض ديال الكوكسيديا هو إن الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضارات كتكون مشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل أسود كينا نقيتو واحد من هاد الأرنب فيه هاد المرض ما تشريوش هادك القطع كينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجيب اختيار الأرنب في السن ديال ست أشهر يعني ما تجيبوش الأرنب صغار بالزاب وما تجيبوهمش كبار لا تسولوا المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قرابين يولدو انتم ممنين جيبوهم يعني غي تزوجوهم غادي يكونوا قرابين يولدو ما يكونوا صغارين بزاف أقل من احنا نقولوا ربع شهور ولا لا يكونوا خمس شهور ماشي مشكيه خمس شهور ونص ماشي مشكيه غي يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدو عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يصدقو لكم إن شاء الله في التربية ديالي كينا قضية ديال الأرنب حاولوا أنكم ما تجيبوش الإخوة يعني حاولوا أنكم تشريوهم عند الواحد وتسولوه واشهدوك الأرنب إخوة يعني إذا كان بطلهم واحد ما تشريوهم شوية من هنا وخلطوا شوية من هنا وشوية من هنا إذا كنت تعرفوا شي ناس كيبيعوا هذا الأرنب حاولوا ما تزوجوش الإخوة يعني زوج الإخوة شحان مواحد كيقول بلا راني كين عندي إنتاج ولكن مع المدة غادي يحس بالفاق غادي يقول بلاي الأرنب ديالو كيخرجوا فيهم لا يصير تشوهات ما كيعتوش بزاف ديال العدد كي تلقا الأنثة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة تولد ثلاثة أما إلا خديثه من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين أن الأمور كتكون على أكمل وجه وكتكون على ما يرى إذا هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت أن ألخص لكم المشروع في نظرة شاملة إلا أخصصت لكم شي حاجة أنا راهز الإشارة نجاوب لكم على اللي كومنتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادي يمتدعم ديالكم ما تنستوى أن تبجير زر جام تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة